ما إن بثق عن هذه اللجنة الجديدة يدعو إلى الفخر والاعتزاز لأنها جاءت طبقاً لمعايير مضبوطة ومدروسة وفق شروط موضوعية ركزت في مجملها على نزاهة المترشحين ولاءهم الحزبي إدماج عنصر الشباب لتواصل سليم وصحيح للأجيال اشتراط الكفاءة والقدرة العلمية فجاء مولود اليوم وثمرة مؤتمرنا هذا بهيئة تضم 339 عضوا منسجمة ونظيفة يتسم أعضاؤها بالإخلاص لحزبهم وهم ذوي شهادات علمية من خرج مدارسنا بعيدين على كل البعد عن شبهة الفساد يؤمنون بأن حزب جبهة التحرير الوطني هو بيتهم الكبير وقدوة مشروعهم الوطني ترجمة نانسي قنقر